كابتن علاء مبروك فوز مستحق. فوز مستحق وكان ممكن يزيد. وسهل وممكن يزيد. ده من كل حاجة النهاردة. البداية انا بالنسبة لي البداية الفريق سموحة كانت بالنسبة لي البداية يعني اندهاشت شوية. احنا هقول لك ليه. كلنا اتكلمنا وكنا دائما نقول النادي الاهلي خسر نخصين الفريق اللي هلاقه وعدها تبقى مشكلة. يقلق ويخاف. يقلق ويخاف ويحزر من النادي الاهلي. النادي الاهلي تعادلين مش مش هزيم. تعادلين بالنسبة له ارى بعض حاجة مش طبيعية في موسم. صح. فطبيعا انا كان مدير فني فريق المنافس النادي الاهلي. لازم اقول ليه بالي. لازم اقفل اقفل مساعات كويس. لكن احنا ما اتكلمنا واضح ان كابتان مسامي كان عنده تفكير تاني خالص. يعني كلنا اتكلمنا كان اسامة وكان كابتان شريف وبلال وانت احنا من اتكلم عن براه. وانا النادي الاهلي يبدأ ضغط ودور على مساحات. لكن المساحات موجودة من بداية الشرط الاول. يعني الشرط الاول مش تلاتة. اول دقتين. بالزبط. يعني الشرط الاول الطبيعي كانت شريف قال تلاتة لأكام. ممكن اطلع خمسة. اه. في فرسين في الشرط الاول اهداف. صح. يعني النادي الاهلي. انا وانا متأكد المسلم المسلماني واللعيبة كانوا متخايلين سناني وغير ده خالص اي من. كانوا متخايلين هلقوا فريق. محايف. بالزبط. مقافل كويس قوي. وهيلعب نص ملعب. يسيب لك استحوازة. كان متكلم من كابتن شريف. ومش مشكلة بالنسبة له استحواز. وهيلعب على الهجمة مرتدة. لا انا فجئت ان فريق بلعب ضد النادي الاهلي. اه. مساحات موجودة. اللي خصوص كلها مفتوحة. عنده مشاكل كتير جدا. 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 في قلب الدفاع. وكان اللي تتكلم عليها. الاطراب بتلاقي عليها سهل جدا. لا في حاجة كمان يا كابتن انا قلت لك قبل يمكن البداية المباراة. اه اه سموحة. بعد الهدف الاول نفس الاسوب ونفس الرجل. بالضبط. بعد الهدف التاني نفس الاسوب ونفس الرجل. الزبط. والرابع. زي ما حصل في اسماعيل اه. زي ما حصل في اسماعيل ايما. ماشي يا وجهات نظر مدير فني تحترم لكن انت كمدير فني لازم انت انت قارية الجيم ههيبش ازاي. اي. ممكن يقول لعبتك يعني مش في حاليتها النهارده. بس انت انت معرفش انت بدي غلط مع النادي الاهلي. ما ينفعش مع النادي الاهلي سبب مساحات دي. والنادي الاهلي راجع من تعازل. يعني انت لو النادي الاهلي بيلعب وكان بيكسبوا كده كنت ممكن اقوى مجاسفة. لكن النادي الاهلي مش هيسيب لك كده. صح. ومسلمان اكيد كان بتكلم ان هيلاقي النهاردة مساحات مقفولة وهيلاقي منتو من وهيلاقي كل ده. لكن النادي الاهلي النهاردة حاجتي. اللعيبة نزلة. وفيه هدف معينة في دماغة. عايزين هذا فوضع بصرعة نقاط. اللعيبة سموحة سهلة الامور الى حد كبير النادي الاهلي. لقوا مساحات بدوروا عليها. من غير ما يبزلوا جهد. يعني. انا ممكن الاقي المساحة ايمن بس بطعب او لما اوصل مسلا على جنب اليمين او جنب الشمال. بطعب. انما انا لقى النهاردة كل حاجة بالنسبة لي تمام. النهاردة كرة بتقطع من باصة للتاني محمد مجدي للطاهر او اللي حسين الشحاد انفراد. بس كان فيه زكاء في نقل الكرة وفي التحركات كمان. الزبط لان هو لا المساحات موجودة ايمن. فعلا. انت انت بتلاقي بتباصي بتحرك وكده ليه? مساحات. يعني بلال كان بيتكلم بيقول لك اللعيب ما تسيبلوش مساحة ووقت. طب انت النهاردة بتسيب لي لعيبة النادي الاهلي مساحة ووقت. ولعيبة ما ما شاء الله كلها كلها نجوم كبيرة. عندها مكانات كبيرة جدا. يعني الواحد بيتمنى مساحة ووقت. انت بتديلو الاتنين. وما عندكش اي مشكلة. فخلاص انا بالنسبة لسهلت على امور. لعيبة النادي الاهل نهاردة ما فهمش حد وحش. لكن النهاردة قبل ما نخش بقى على النجم وكده كل التأدير النهاردة لاخرم توفيق. هاي. يعني مجهود ممتاز. روح في السماء. روح عليه قوي. روحه مش طوعية ما شاء الله ربنا ربنا يحميه. النهاردة لأ. يعني ممكن انا بقى معني مهاريا مش عالي قوي. لكن بعوض بحتة روح السماء بقلبي زي ما كبشيت بيقول. بيتعوض دي اي. وده على فكرة يعني ما شاء الله وزاكي. يعني الحتة المهارية دي او الحتة الهجمالة بيكلم عليها. وبيعوضها بحتة انت محتاجها. اي. فالنهاردة كل الاحترام والتأدير لاخرم. النهاردة ما شاء الله ممتازة. اي. زي بقول لك مباراة فهي الصعوبة للنادي الاهلي. اي. صحيحات مستحقين. اداء الحمد لله تمام. ما عندكش اصابات. صحيح. حتى